أقدم ستوديو تحليلي أي طيب ستوديو تحليلي شقد بقيت مسؤول مراسلين ومسؤول على الاختبارات الوجوه الجديدة؟ سنة؟ سنتين؟ لا أعتقد أكثر شقد ظلمت ناس طهر؟ يجيك شاب بداية عمره ما استذكرت روحك بهذه الفترة؟ التلفزيون مو معمل الثلج التلفزيون لهلة يعني ما استغرب مني أجوبتك يتوقع كل شي جاء والله وإلى الآن أنا وإلى الآن بعدك بهذا الفترة؟ نفسي طبعا تعرف أنا لحدا أننا الوجوه اللي تطلع بالتلفزيون بلسودة التحليلة بس أنا وسيفي بس أنا وسيفي هل سيش وقت ما أموت؟ أبطل؟ خلي يجي واحد مكان عنده غير فلسفة ما دائما أنا المدرب هنا أنا عند وجهة نظر إذا ما أقدر أوصل وجهة النظر وفكرتي والفلسفة للناس فعدي المشكلة بيه الطريقة اليوم نعاني من مشكلة جيل الإعلام الجديد تخيل الآن قبل فترة في مهرجان تقيمة مؤسسة للتدريب الإعلامي الفتاة تعريفة الحفل اللي صاعدة على المنصة ظلطت باللغة العربية أكثر ما غالطين عليها بالفيسبوك من وراء الرابعة والمنتخب عفت الحفل وقمت قلتم إذا هاي الجهة تقيم فأكو مشكلة عندكم عفتم وطلعت لحقونا قلتم عم عيب عيب هذا مو مو لتدريب الإعلام صاعدة لوحدة متعرفت تحت شيء ثم أول شيء أسألت لنفسكم بعدين أسألتوا أنه إذا أنا من تطلوني جائزة إذا أنتم أصلا مو مقنعين إذا أنا فاشل إذا أنتم موجهة ممكن تقيم هذا يعني ما راح أفرح كلش مثل إذا تطليني فد منظمة عالمية بالإعلام الرياضي طيني جائزة يعني يومي أضوجكم بالفيسبوك أنا أخدت الجائزة بس أنتم تطليني جائزة حتى ما أطلح علينا أصلا يعني معرف يعني بتشمطيني جائزة ف...